أهلاً أحبائنا مشاهدينا من واصل حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ليكون نور أسئلة تتعلق بصلب المسيح ومعنا رجل الله الأخ يوسف رياض مرة ثانية أهلاً وسهلاً أخ يوسف أهلاً بي وخلينا أوجه سؤال رابع وهذا السؤال طبعاً يعني محتاجين لإجابة لأنه في هذا السؤال يسأل من نوعيتين من الناس النوعية اللي مش فاهمة هذه الكلمات والنوعية اللي بتستخدم الكلمات لإهانة طبعاً هوية وشخصية المسيح للأسف يعني هل كان خوفاً أو ضعفاً عندما قال المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ألا يستطيع القادر على كل شيء أن يقول كلمة يعني وتغفر جميع خطيانا؟ إذا خليني نركز بالأول على إلهي إلهي لماذا تركتني؟ طبعاً السؤال أساساً غلط ليه غلط؟ لأن هل المسيح كان ضعيفاً؟ هو مش قال لبطرس في البستان رجع السيف أنا لو عايز أطلب إلى أبي فيرسل إثنى عشر جيشاً من الملائكة لكن كيف تكمل الكتب؟ يعني راح بكامل إراداته وكان يستطيع هو أولاً لما قال لهم أنا هو بحسب يحنى 18 رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فكان بوسعه أن يعمل أشياء كثيرة وكان بوسعه أن يطلب من أبيه فيرسل إلهي إثناشر جيش من الملائكة لكن في الحالة دات ما كانتش حيموت وهو جاي علشان يموت يعني في يحنى 12 بيقول هل أقول أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أنا قد أتيت إلى هذه الساعة اللي ما يفهمش أن المسيح جاي علشان يموت يبقى مش فهم أي حاجة من أي حاجة يعني من غير زعل الكتاب المقدس زي ما قلنا من تكوين ثلاثة مروراً بكل أصفار العهد القديم نبواته مزاميره الكل بيتكلم عن صليب المسيح جي العهد الجديد فالمسيح تكلم ليس أقل من سبع مرات أنه سيموت وفي اليوم الثالث يقوم يبقى إذن فكرة أنه كان يجبن وخايف طب اللي وداه أساساً أمال إيه الحكاية هو قال إلهي إلهي لماذا ترك لأنه ترك طب ترك ليه وكيف لأن أنا اللي استحقت ترك أنا اللي عملت الخطيئة والله قدوس زي ما بيقول كده يعني لما سأل السؤال في مزمور 22 إلهي إلهي لماذا تركتني يرد هو في عدد ثلاثة وأنت القدوس الجالس بين تسبحات إسرائيل يبقى إذن لماذا ترك المسيح من الله لأن الله قدوس طب يترك المسيح لأن في الوقت ده المسيح كان حاملاً خطياناً والرب وضع عليه إثم جميعنا لأنه حمل الخطايا والله قدوس لا يمكن أن يتعامل مع الخطايا لهذا ترك وهو ده الأمر الذي كان إن جزءاً أقول يعني يرفضه المسيح ويأباه فقال في صلاته في البستان إن أمكن فلتعبر عني هذه كأس لكن بسرعة قال ولكن لتكون لا إرادتي بل إرادتك الترك من الله ده أمر مش سهل الإنسان بيستسهله بس عايزة أقول أن حتى الخاطئ النهاردة لسه ما جربش الترك من الله فبيقول بوليس في أعمال 17 مع أنه عن كل واحد منه حتى الوثنيين اللي بيعبدوا الصنم المجهول مع أنه عن كل واحد منه ليس بعيداً لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد طيب هما ما جربوش الترك المسيح جرب الترك والأمر ده مرعب ومفزع للغاية فصرخ يعني شوف لما جلدوا المسيح لا نقرأ أنه صرخ لما صمروا دي على الصليب وما أرهب الألام اللي ممكن نتخيلها أنا وإنت ما جربناش ما حدش سقب إيدينا لكن نتخيل يعني إيه سقب الإيد ما صرخش المسيح لكن عندما ترك من الله وسط وحشة الظلام ثلاث ساعات ظلمة وفي نهايتها صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي لما شبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني وأقول إنه سؤال بلا جواب بس أنا وإنت وكل مؤمن حقيقي هو الإجابة عن هذا السؤال لماذا ترك المسيح من الله عشان أنا لا أترك وإنت لا تترك وكل واحد يأتي للمسيح متضعا مؤمنا حيتمتع بشركة الله إلى أبد الآبدين على حساب اللي ترك فوق الصليب وصارخ من فوق الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني